مرحبا مواليد برش الجوزاء كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين سبعة وشرين أيار مايو للأحد تنين حسيران يونيو يعني نحنا بهذا الأسبوع عم ننتقل من شهر لشهر الشمس موجودة ببرشكم المشتري ببرشكم والزهرة كمان موجودة ببرشكم وعنكم أيضا مثلث من كوكب جبار هو كوكب بلوتو من برش أدلو التأثيرات كتير مهمة وهيدا أسبوع كتير مهم وإيجابي لما أقول كتير مهم معناتها الأمور إيجابية بالنسبة لأيكم ففيكن تستفيدوا من هذا الأسبوع يلي ما خلص شغل مهم بكل هذا الشهر فيني لكم أن هذا الأسبوع رائع جدا فخلونا نسمع سوا ويلي بعد ما أسمع برجو تأثير كوكب نشتري على برجو بتلاقي الرابط بعلبة الوصف بالدسكريبشن بوكس خلونا نبلش التنين سبعة وشرين أيار مايو الأمر موجود ببرش الجدي هيدا مسألة جيدة بالنسبة لألكون هنا لك بعض الأمور يلي عم تشتغلوا كنتوا فيها بعطلة الأسبوع وهلأ يوم الأثنين عم تشتغلوا وتكملوا لتخلصوا بعض القصص بالحكايات لتكون أنت لاقت الأسبوع جيدة ومظيفة عند منتصف ليل تلاتة تلاتة الأمر بيروح لبرش الدلو التلاتة تمانية عشرين أمر برش الدلو الأربعة تسع عشرين أمر برش الدلو يعني الأمر مع بلوتو عم بيشكله مثلث مع برشكن المشتري ببرشكن فينس ببرشكن يعني فينا نقول فترة وجود الأمر في برش الدلو من أقوى الفترات وأكثرها حظا مش بس بهذا الأسبوع يمكن حتى بكل شهر أيار مايو وطبعا أنا عم بحكي بصورة فلكية نوعية الوقت ممتازة بالنسبة للخميس والجمعة ثلاثين وواحد وثلاثين أيار مايو الأمر موجود ببرش الحوط المائي أجوة جيدة للكون لكنها فترة يمكن تكون متطلبة شوي طبعا ليس جيدة لأنه الأمر وجوده لبيت العاشر ونجمكن هالأول مدعوم من بلوتو مدعوم من الشمس ومن المشتري ومن فينس معنات أنه أي طالة عنكم أي مسألة مهمة عنكم يمكن تشتغلوا فيها رح بتكون مفروض تكون ناجحة للشخص يلي شغل مظبوط مفروض تكون فعلا الفترة ناجحة يمكن أن يكون موعد مهم يمكن امتحان يمكن موعد تقدموا على شغل أو عندكم شي بتكون تقدموا شغل مهم سفر موعد طبية غير طبية إذا محضرين حالكم مفروض يكون الجواب ناجح جدا بالنسبة للسابت والأحد 1 و2 حزيران يونيو الأمر بيكون ببرش الحمل يعني عطلة الأسبوع عندكم مفروض تكون نشيطة بيرجع لكم النشاط ترجع الطمأنينة فيه ارتياح بالأجواء فيه هيسة فيه مرح فيه تسلية والأجواء فعلا بتساعدكم لحتى يلي ما قدر عمل شي فيه حال فيه حال ما قدرتوا خلصتوا شغلكم خلال الأسبوع بتقدروا تسبتوا لأحد ترجعوا فعلا تاخدوا خطوة مبادرة تقوموا باتصال شو ما كان المهم بتقدروا ترجعوا تضبطوا أوضعكم الموليد الأكثر حظا من المشتري حصوص كتير رائعة أصلا كل الموليد برش الجوزاء بنتظارهم تغييرات كتير كبيرة ورجاء رجاء سمعوا فيديو حضرت كل لكم تأثير كوكب نشتري على كل الأبراج وعلى برش كون أكيد انتو نومبر ون بتلاقوه بعلبة الوصف من المشتري حاليا الأكثر حظا 20, 21, 22, 23 أيار مايو وحتى فينا نوصل لـ 24 أيار مايو الزهرة تأثيراته سريعة بهالأسبوع عم تتنقل بسرعة من 24 أيار مايو حتى موليد 2 حزيران يونيو ما تنسوا تتابعوني مع الأبراج اليومي وأيضا آآ الشهرية إلى اللقاء باي باي ترجمة نانسي قنقر